مرحبا بكم في جنة كوزين مرحبا بكم في جنة كوزين مرحبا بكم بصحة وعافية اليوم ارجعت لكم بحاجة بني نزل كل تحبها كما تعافوا بيتزا شكو ما يحبش البيتزا بيتزا امتاع اليوم عملتها على طريقة الامريكية بنينة بنينة الباة تضب في الفم ودجا عملتها محشية على الجناب بصالصة الجبن كما العادة منتا وشعيكم انو مشيو المقادير ونجيو تولي المقادير وعلى بركة الله كما تشوفوا عندي هوني باش نكايل كل شيء بالكيس الكيس اللي استعمالتو مايوقارب موش مايوقارب موش مايوقارب يعني عندي توس كيسين حليب دافي عندي هوني نوس كيس موش مايوقارب يعني النوس هذيك فيه موش مايوقارب باش نستعمال ستة كيسين فرينا باش نستعمال زادة الخميرة متاع الخبس عندي هوني عشرة اجرامات انتو ما كان عندكم كل حبيبيت تعملوا ام غرفة ونص عندي واحدة خميرة متاع وباش نستعمال بيضتين باش نستعمال الابيض البيض للعجين والاصفر باش نخليوها من بعد تتشوفو شنو باش نعمل بيه وبتبيع الملح والسكر للخميرة هوني ونسملو باسم اللي هو نبديو عندي الخميرة باش نفتفتها نصب عليها السكر ونزيد عليها الحليب الدافي ونخلطها شوية ومن بعد نكمر نحط عليها الخميرة متاع الجاتو ونخليهم يدفعلوا شوية جهزة البيض هوني بعد ما تفعلوا ذات الابيض البيض وباش نزيد عليه الازياد ونخلط كمامة ومن بعد ناخد الفارينة باش ويع Rudd ان نصبه على الميلانش الي عنا انا باش ناخدم اليوم الخدمة ganzen he kes باش نصحر على بArchoة الناس الي ما عندهم شربوه باش ناخذي في الول بالركضة هذيك اليدوية وم virt воды call الملح الملح لنضيف العجين على خطر في اللور لكي لا تكسر الخميرة التي يجبها تتفاعل في اللور ومن بعد نضيف الملح لنبدأ العجينة بدينة كما قد نرى نضرب فيها قليلا لكي تدخل فارينة في الملانج ونبدأ نضيف العجينة بدينة نكمل نسبو الفارينة اللي عنا ونلموها دجاء العجينة بشي تكون اترية وتبدأ تتلسق شوية توا بعد ما تلمت بشنا نقعد ونعجنو فيها شفتوها كيفيش تتلسق شوية نعجنوها المدة خمسة دقايق بالبيهي ونجعلها ترتاح من بعض بعد ما كملت العجينة توا بشنا نعمل قرصيت للبيتزا بش نعمل زوز يكونوا متواسطين معناه بالنسبة لي انا يكون اكس ال ووحدة كبيرة بش نعملها في طباق الفور يمكن ندوب ال اكس ال ولا تخوى اكس ال حسينو الكعبات بش يكونوا كبار شوية نحطوهم في طباق هايكيا حتيتهم فوق من ديلة ونغطيهم من ديلة اخرى ونخليوهم يرتاحوا المدة خمسة واربعين دقيقة ونشي وتوا لسالسة البيتزا حتيت هوني شوية زيت وعملت عليه بصلة متواسطة قصيتها وزوز ثنينت متع ثوم بعد ما تقلى لبس على الوثوم بش نزيد ثلاثة كعبة اتمعت محكيتهم وش نصبهم فوقهم ونخليهم يتقللوا مبعضهم بعد ما تقللوا شوية بش نزيد عليهم الملاح والفلفل لكحر وحلزت انا اللي زغب دي بروفنس والفلفل زينة ومن بعد ما نزيد عليهم ما يقرب مغرفة امتع ميكلة ميش مع بيا برشة تماثم معجونة كما تشوفوا تماثم الكعب فاتحة بعد ما حضرت السوس بش نرحيها بالميكسر بش اكل القش الكل هم يترحى وتبدأ السوس مزيانة هنا سوس بعد مرحيتها لونها كما قد نشوفوا افتاح قلت انزيدها شوية حكيت نصب غرفة امتع ميكلة خليوها اتي بشوية كيلقيتوها اخاضر زيتوها شوية ماء وارميو في اللخر شوية مع دنوس مقصوص هنا بش نخدموا سالسة الجبن بش نستعمل الكيس اللي استعملت بيه في اللون ثم تنجموا تستعملوا اي كيس تحبوا تخدموا بيه نجم يكون اقل المهم تابعوا بالكيس الخدمة زوز كيسين عليهم كعبة بيضة ومغرفة امتع ميكلة انشي الميزانة انشيوا الوين ونقعدوا هكيا ان نحركوا فيها على الجاز نقعدوا ان نتعبوا فيها على نار هادية ونننسوش بش نزيتو الملح والفلك الملح بالطبع خسب الضوغ هوني خليط ميش نقرأ فروماج انا استعملت فروماج تغتيني اتو متجم تستعملوا اي فروماج تحبوا عليه نقعدوا ان نخلطوا فيها هكي كالين يتحل الفروماج مع الخليط الكل يتحل بالباهي مدامه سخون انا كما تشوفوا عندي شمبينيون وطن ببخي كاب الوينها عندي غادي كفف الحار الاخضر ذيك المقصوص جوايد بالنسبة للفروماج بش نستعمل موزاريلا وبش نستعمل زيته هذيك القودة بش نستعمل طماطم سريز زيتون اخضر واكحل وبش نزيد زيته معاهم الكروفيت وكي ما قلت لكم كل واحد شنو يحب يحط نرشو الماكان اللي بش ناخد موبيه بالفارينة وناخدوا البتا القرائسات كل واحدة نحلوها جوايدة بالباهي كشفتوها دي جاء نفجت فشيتها ومبعد شديت بالمدلك وقعت انحل فيها بش نحلها بالباهي كبيرة بش شوفوها قديش ماشاء الله كبيرة بش نحاول نحلها جوايدة بالباهي على خاطر بش نستحق اني لحرف متاحها بش نبعديك ان روليهم على سلسة الجبن بعد ما حليت العجينة متاعي بالباهي توا بش نحطو سلسة الجبن شفتو حتيتها في بوش جيت تابل من بعد انتايشو ما معادش نستعملو توا شوفو كيفيش المرحلة بش ناثنيو نرجعو بالعجينة على السلسة هذيك ونلسقو العجينة في بعضها بالنسبة لكم انتو ما راهو الكوانتيتي اللي عملتها انا رايت عمل لكم اكثر بيتزيت انا جوز حبيت نصور لكم واحدة بركة بش موقعتش نصور معاكم في ثلاثة كعبات بش تاول برشا الفيديو قلت نصور واحدة بركة وانتو ما هاوكا في دياركم تعملو قد ما تحبو بيانسور الكوانتيتي اللي عملتها انا رايت عملو لكم بارشا بيتزيت معانيا مش بالضرور لازمكم تابعو كي ما عملت انا في الكوبر وتوا رسيتها كيكا بالباهي بصبعي ونجيو بالمقص ونقصو شوية كيف ما شفتو كيفاش انا قصيت ومن بعد نعملو هاكاية نرجعو بش شوية ونرجعوها بش جينا الكعبة مزيانة ووكلف خماج هذيكا يرجع الداخل وما يتفرط الناش من بعد في التباق وتوا نجيو الاصفر امتع العظم ونعملو بيه اذوكم الاعتراف البرانين نعملو قبل ما نحطو السوس متاعة ما تمبج ما متتبالبز الناش نحطو السلسة متاعنا اللي طيبتها نتمنيكم تتجربو السوس هذي يسر يسر بنينة ودجاة تنجمو عني تخبيو منها حتى كانت تفضلتوكم تخبيو منها في الكونجيلاتور ومرة جاية تجبدوها وتطيبو بيها كيف ما قلتلكم تزاينو زيدا كيف ما تحبو انتو ما تحبو زيدا تحطو في السوس الفلفل ذي نحار تنجمو تزيدو انا ما حتيتش متاعفو على خاطر الصغيرات ما يكلوش الحار جوز حتيتها هوكا كلفلفل الصغير الباباغوني اذاك حار يحرحلنا شوية البيتزا ما شاركتش معاكم زيدا البيتزات الزوز الاخرين على خاطر دجا عملتم بنفس الحشوة وكان مش نقعد ننصور لكم في كل شاي حسيولو الفيديو انا ما تبعتو الفيديو شوية طويل يعني مش نطاول معاكم مش نوصل معاكم يمكن 40 دقيقة هذا كان مش 35 دقيقة اقل حاجة تحطو الفور متاعكم يسخن على اقصى درجة حرارة لازم البيتزا كي تدخل للفور يبدأ الفور ديجا سخون بالبيهي باش اتيبنا بالكديو وما تطولش باش ما تبسناش الداخل كي يبدأ الفور سخون بالبيهي البيتزا تقعد لنا اترية من بعض وتوا انجيو كيما العادة اني هيت الفيديو هذي البيتزا اللي طيبتها حضرت باش نقول لكم قاعدت لي حكيت عشرة دقايق في الفور حسين انتم هم كل واحد والفور متاع وقدش تقعد اتي نتمنىكم اتجاربوها الوصفة يسر يسر بنينة وولللروسيت متاع العجينة طيار بنينة عالاخرى لقد ما جربت رسة تليانية ورساتت متاعنا تونسية هذي يسر بنينة شوفوها اجويدة وكل الحرف متاح بسالسة الجبن بنينا برشا 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 ودجاء الجبنة اللي فيها راهي ما تيبسش مش كيما نحطوا فيها الفخماج العادي وحتى فضلت مغدويكا وصخمتها لصغيرات يسر بنينا وما تبدلت جملة والبات قاعدت اترية كيف ما طيبتها في اللول نتمنىكم تجربوا الوصفة وتراجعوا لي الرتورم تاعكم على الانستغرام تنحطيكم اليام في صندوق الوصف وما تنسيوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتبرتجوا الفيديو ونقولكم توابس لما وفي امان الله وملتقنا في فيديو جديدة